موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم الرد الأخير لهذا اليوم وصل نائب الرئيس السوداني الأستاذ حسبو محمد الرحمن إلى العاصمة أن جمينا برفقة وفتر في المستوى لافتتاح معرض مجموعة الشركات السودانية للمنتجات الصناعية ويعد ذلك تعزيزة للعلاقات الأزلية القائمة بين البلدين في المجالات المختلفة وكان في استقبال الوفد بأرض مطار حسن جاموس الدولي مع لرئيس الوزراء فهمي باداكي ألبير وأحد أعضاء الهوك وعضاء السفارة السودانية تقرير حسن درموت في تمام الساعة الواحدة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جمينا حفظت الطائرة السودانية وعلامتها نائب رئيس جمهورية السودان حسبه محمد أبد الرحمن يرافقه عدد من أعضاء الحكومة السودانية وكان في استقبالهم بأرض المطار رئيس الوزراء فهمي باداكي ألبير ونائب رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء المؤسسات الكبرى لدى الجمهورية وأعضاء الحكومة والمجتشارين برياستي الجمهورية والوزراء وعمدة مدينة إنجامينا وبعد مصافاته لمستقبله رئيس الوزراء وضيفه توجه إلى صالة كبار الزوار بمطار حسن جاموس الدولي حيث تبادلاء الحديث حول سبل تقوية الألاقات الأقوية بين البلدين والقضايا المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن ثم توجه موكب نائب رئيس السودان حسب محمد عبد الرحمان إلى مقر إقامته وتهدف زيارة نائب رئيس جمهورية السودان لجهد لإفتتاح معرض مجموعة من الشركات السودانية للمنتجات الصناعية وذلك في إطار تقوية الرقاء والتقدم في التنمية بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر